موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات الوفد التعليبي وان شاء الله النهاردة هنبدأ بقى أول حلقة في المورجعات طبعا احنا همنا جدا جدا ان احنا يبقى كل باب يبقى سين وجيم وعارف رايح فين وجاي منين لان الفترة اللي جاية طبعا فترة مهمة جدا 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 الناس لازم تعرف ايه المشاكل اللي ممكن تيجي في الأبواب وازاي الأسئلة ممكن تيجي بصيغة مختلفة وايه النقطة المفروض بتيجي داخل الأسئلة نفسها او داخل الدرس نفسه فطبعا نرجو ان شاء الله عزاقنا الطلبة يبقى معانا فاهمين بالزبط ايه اللي احنا نعمله خلي بقى حضراتكو ان شاء الله ان انا ببدأ طبعا مش ببدأ من الأول انا ببدأ مثلا باب يعني غالبا ببدأ بالأواخر لان ده اللي انت محتاج تدوس عليه دلوقتي اه وتقطق دلوقتي الغايت يعني نص اربعة كده هتبقى موجودة وصندة الى حد ما بعد كده هتلاقي تقطق بدأ تقل تدريجيا فلما تقل في حاجات انت كنت بذكرها من اول السنة ده طبعا بالنسبة لك هيبقى جهد مشكور عليه فاحنا المفروض ندوس على الحاجات اللي هي لسه واخدينها في الفترات الاخيرة عشان تبقى ركزة في دماغك وتستريح نفسيا وتبقى الشيء الهم اجزاء في المادة واعمل نبدأ الاول كده مراجعة الباب الرابع اللي احنا بنتكلم فيه على فلسفة القيم وده طبعا باب مهم جدا جدا في اننا بنقدر نشوف مدى تعامل الانسان مع الاشياء ومدى قيمتها ويفرق بين القيمة وبين السمن او السعر الحاجات اللي هي الانسان بيحتار فيها في حياته اليومية تعالوا نشوف كده ايه هي اهم قيم اساسية بنقدر نشوفها معانا في حياتنا القيمة الاساسية اللي عندنا هي قيمة الحق وقيمة الخير وقيمة الجمال طبعا قيمة الحق دي بمعنى ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلاله عقله عشان يقدر يميز به ما بين الصواب والخطأ فالله سبحانه وتعالى جعل العقل هي الاداء اللي المفروض الانسان بيقدر او هي اللي بتحمي الانسان او تعصوه من الوقوع في الخطأ بتاع التفكير فعلى سبيل المثال لو جينا شوفنا قيمة الحق بالامثلة الكتيرة يعني هنشوف العلم اللي بيهتم به هو علم المنطق زي ما احنا درسنا في سنة اولى وزي ما درسنا في تانية طبعا طبعا علم المنطق واللي بيضع القواعد العامة للفكر الصحيح اللي بتعصم الانسان من اللقوع في الخطأ وطبعا اللي اسس الكلام ده ارستو وهو اللي قال ان دي اورجانون او اداة جديدة بيقدر الانسان يزبط بها تفكيره ويجعلها منظمة علميا بمعنى اصح انك لما تيجي تتكلم احد لازم تنتقل من المقدمات الى النتيجة يعني على سبيل المثال عشان تحكم على اي حد بانه هو وحش او حلو لازم تديله مقدمات وبراهين وادلة في وجهة نصرك الشخصية عشان تقدر تحكم عليه بانه حلو او وحش وبعد كده ليه هو الرأي انه يعترض او لا يعترض الحاجة التانية قيمة الخير طبعا زي ما احنا شايفين كده الحتة المتظللة دي دايما هي اللي بتجيلك على هيئة صح وغلط او ممكن يقولي ان قيمة الحق او قيمة الخير هي احد القيم الاساسية في الفلسفة طبعا بتقول صح قيمة الحق هي احد القيم الاساسية في الفلسفة دلل فترعجي شارح قيمة الحق محور البحث فيها وعلم المنطقة او لو صح وكمل او دلل ترعجي شارح الباقي نفس كلام برضو في قيمة الخير طبعا الخير ده بيشوف في سلوكك طبعا هو خير بمعنى اللي انت تعمله ده كويس فضيلة او غير فضيلة بمعنى ده حلو او وحش طبعا لما نيجي نشوف بقى المحور او العلم اللي بيدرس قيمة الخير هو علم الاخلاق طبعا علم الاخلاق هو اللي بيشوف الفضاء السلوكية وزي ما احنا خدنا قبل كده ان الفضيلة هي الوسط ما بين رزيلتين او حاجتين مش حلوين على سبيل المثال انا بمعنى ان الانسان عنده العفة الانسان بيبقى عنده العفة لما يكون موسط ما بين الشرح والخمود او انه ما يبقاش مفجوع بالبلد يعني وما يبقاش عندوش طموحة في اي حاجة حتى لو كان ما عندوش نفسي يعمل حاجة يعني طبعا خلينا نقول ان الفضيلة عايزين نعرفها عشان نقدر نخلي نفسنا وسلوكياتنا تدسكو بها او تبقى افضل وعايزين نعرف ايه الحاجات اللي تسمى رزيلة او حاجة وحشة عشان ما نعملهاش وبالتالي نفسنا تتنزى عنها ويبقى سلوكنا صعيد العلم ده سعب نسميه علم تهزيب الاخلاق الاخلاق العملية الحكمة الخلقية او فلسفة الاخلاق اللي بنشوف من خلالها سلوكنا ده هيبقى خير او شر فاضل او غير فاضل قيمة الثالثة طبعا قيمة الجمال وطبعا دي بيجي فيها اكتر من سؤال ممكن يقول لي برضو قيمة الجمال هي احد القيمة الفلسفية الاساسية اقول له صح او يجي دلل مسلا فهتشرح كله طيب تنقسم الجمال الى قسمين اقول له صح او هو يقول لي دلل فكتبله الجدول ده او قارن بين اقسام الجمال او اقسام قيمة الجمال او انه علم نظري او عملي خاص فطبعا الاول يعني ايه كلمة الجمال او قيمة الجمال قيمة الجمال طبعا ده المحور البحث في علم الاستطيقة بمعنى اني انا دايما بشوف ايه هو الحاجة الجميلة وإيه شروط الحاجة اللي تخليها جميلة والزوق الفني في الأشياء اللي ممكن الإنسان يشوفها بمنظور جمالي والآخر اللي يراها بنفس المنظور فعلى سبيل المثال لو جينا شوفنا بقى القسم النظري العام دي اللي بنشوف من خلالها الصفات المشتركة اللي بتخلي الناس لما تدخل مكان مثلا هنخش مكان زي البستان اللي يخلينا نبص كده وقول الله إيه البستان الجميل ده إيه اللي يخلينا نقول إيه الألوان الجميلة اللي في الطووز دي مثلا لو رحنا حاضقة الحيوان لو رحنا أي مكان فيه مثلا ديكورات ولا حاجة اللي يخلينا نشعر بوجود بهجة وشعور ارتياح بالجمال للمكان اللي انت فيه ده إذن فيه حاجات أو صفات بتجمع بين البشر معنهم ممكن أول مرة يشوفوا بعض معنهم ما درسوش الكلام ده فعايزين نشوف الشعور ده بيتحلل إزاي عايزين نفسر طبيعته طبعا من طريقة الفلسفية مش من طريقة الفيزيقية أو العلمية طبيعية وعايزين نحدد الشروط اللي بتخلي العمل يبقى جميل أو يبقى قبيع خلينا نقول بها أن القسم العمل الخاص وده نقدر نقول بناس تفيد به في الأفلام والسينما والحاجات اللي نقدر نشوف فيها نغض فني للشيء ده نقول إن ده عمل هادف أو مش هادف ده أثر لأثر فني أو مالوش وهكذا فإحنا هنا بندرس على أساس حاجتين الزوق الفني والعقل يعني ما يولده من إحساس جوانا وفي نفس الوقت بيعتمد على ما يصيره في الصورة الغائية في العقل يعني لو تفرجنا على فيلم قد نتأثر بمشاعرية ونتأثر بالقصة ونتأثر بالجمال ده ولكن نقدنا الفني ليه بمعنى نقدنا في مواضع الممثلين ونقدنا في رؤية الإخراج وهي لآخره قد تتنافى مع ما هو من قواعد عقلية أو ما هو مع قواعد الناقد أو ما هو يتنافى مع قواعد العلم الجمال في الجزء الفني وفقا للعلم ده نفسه مع الدراسة السينما ولا حاجة فبنفس الوقت يبقى إحنا مش بس بنتعامل بالشعور متعامل بالشعوره في نفس الوقت وفقا للمقاييس اللي خاصة بشروط هذا العلم وفقا للدراسة العلمية فيه في المعاهد المتخصصة بالكلام ده الجزء ده بيجي في سؤال طبعا يجي يقول مثلا أن القسم العملي الخاص يعتمد على الزوق الفني فقط أو بما يولده من إحساس فقط أقول له غلط الزوق الفني والإحساس أو الإحساس مع العقل وكلهما طبعا شيء أساسي في العمل الخاص في قيمة مهمة جدا خلي بالك إحنا بناخد الأول المفاهيم كلها مع بعضها عشان نقدر نخلص منها ونلم الباب بصرع قيمة الاستقلال الذاتي زي ما إحنا شايفين ممكن يقول لي إشرح قيمة الاستقلال الذاتي وممكن يقول لي قيمة الاستقلال الذاتي تعني سقط الإنسان فيه قراراته خاصة أقول له آه لأن ده طبعا بيرتبط بأن كل فرد ليه شخصيته المستقلة كل فرد قادر على اتخاذ القرار ملاء على نفسه أو أنه يتخذ القرار من دماغه لعشان لا تقع في تبعية الآخرين المفروض أنك تاخد القرار من غير محد يقصع عليك حتى لو كان بيفوقك خبرة أو عمرة يعني محدش يقول لك اعمل ده عشان لا أكبر منك أو أنا أقصر منك خبرة هو ده المهم أنه فعلا يوجهك ويفضل ينصحك لكن القرار النهائي أنت بتاخده لأنه ممكن في لحظة من اللحظات يديك جزئية ما تبقى الصح وحاجات كتير جدا بيقوا فيهم صحة المهم أنه في كل الأحوال أنك تقبل أو لا تقبل دون تأثير هو بس دور ونصيحة وإنت دورك أن تقتنع وتنفس طبعا بجيء بتنشط في المذاهب الفلسفية اللي بتنقش الموضوع الواحد وده شيء يعني بديهي نيجي ما نشوف هل قمت الاستقلال الذاتي بتفرق ما بين نوعين من التفكير اه طبعا لو جينا شفنا التفكير الفلسفي هيختلف تماما تماما عن تفكير عن طريق غير بمعنى أن التفكير الفلسفي الإنسان فيه بيبارس استقلاله الفكري بياخد قراراته بيفكر في الحاجة اللي هو حبيبها عنده مرونة أنه لما يحس أنه غلط أو يحس أن تفكيره من الصحة فيقتنع بالآخر فيغيره طبعا بينمي فكرة أنه ينقض الآخر ويسمح للآخرين بنقضه ده مش عيب ومن هنا ده مهارة صعبة جدا جدا أنك تقود نفسك وأنك تستحمل لغات ما تسمح الآخر وتبتدي تاخد قرار أو تقول وجهة نظرك التفكير عن طريق غير بقى ده معنى أن حضورتك بيبقى عندك تبعية عمياء بمعنى أنك سايب غير يفرق لك في سايب غير ياخد قرارك طبعا روح الاستقلال مش موجودة يعني أنا حتى في أبسط الأشياء إيه رأيك اللي تشوفه هنعمل النهاردة أنا معاكو طب وبعدين طبعا العدم من مرسة النهار دي لأنه أنت مع التعود تشتاخد قرار مستقل في حياتك ومن هنا أنت دورك بتشوف اللي قدامك وبتقلدهم وخلاص زي ما قال بيكون دي أمهام المصر قيمة البحث عن الحقيقة طبعا دي القيمة الثالثة المهمة جدا ودي قيمة حب المعرفة بمعنى أن الإنسان بيبقى عنده نشاطة للوعي ودي إن شاء الله نقدر نستفيد بيها ونشرحها بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة